اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية المشكلة فيبر فشل تنشيط نضغط على ضبط العيدادات نضغط على الطبيقات نضغط على الاسفل ونضغط على فيبر خاص بكم نضغط على إيقاف الإجباري نضغط على الموافقة نضغط على مكان التخزين نضغط على مكان التخزين المؤقت نضغط على إيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم نضغط على متجر جوجل هنا سوف نضغط على تطبيقكم فيبر وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيبر وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة لا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة هناك فيديو القادم نضغط على مكان التخزين المشكلة